أنت النهاردة مش مهتمة بس بالصورة مهتمة كمان بالإخراج إيه اللي شدك لعالم الإخراج؟ الموضوع ده كان شددني من الأول يعني أنا عايز أقولك أنا أول ما ابتديت خالص التوجه يعني ناحية الثانية أنا مكنتش عارف حاجة خالص خالص كنت بطاطس يعني مش عارف يعني إيه إخراج مش عارف يعني إيه منتاج مش عارف حاجة خالص أنا عارف بس إن صناعة الأفلام دي حاجة لذيذة ممكن أبقى أحب أعملها نظرياً كده إيه اللي ممكن أتقنه لقيت اللي أنا فاهمه التصوير أو ديكور مكنتش فاهم يعني إيه بقية الحاجة مش فاهم يعني إيه سيناريو أحد فلما تعمقت شوية أكتر شدت انتباهي موضوع الإخراج بس كان خلاص بقى كانت أوليد كنت دخلته وتخصصته وكان عندي كتير قوي تعلمه معتقدش كنت جاهز إن أنا أسويتش لحتة تانية وحتى مشروع يفقوله أنا أخرجته بس كان نبع من حتة تانية إنه ما فيش مخرجين كفاية يعني قاعدت المصورين أكتر من المخرجين فعملت مشروعي كله لوحده وكان تسجيلي يعني ما كانش حاجة معقدة أوي فمن هنا ابتدى كان الموضوع يلفت نظري الإخراج وبعدين لما اشتغلت أكتر حبيت جداً وعشقتي لتصوير ولكن زي ما قلت لك في الأول خالص ملول أنا حد ملول وبابقى عايز أغير بابقى عايز أشوف الحكاية من وجهة نظر مختلفة وكمان من كتر ما التفكير والتجارب وكده عندي رؤية مش دايماً بتتوافق مع رؤية المخرج أولويات عملي إن أنا لازم إن أنا في خدمة رؤية المخرج ماينفعش أختلف معايا وماينفعش نتخانق وماينفعش نتعارض ونفضل نتنائر أنا مش دا دوري دوري إن أنا أنفذ أو أطور الرؤية التانية دي اللي أنا ممكن يبقى عندي واحدة تانية فبقيت حابب برضو إن أنا أنفذ رؤيتي على بعضها وغير كده وكده إن هي جت الحاجة بتيجي هي جت لوحدها ابتدى يجي لي عروض فحسيت إن ليه لأ آه عندي شغف في الناحية دي أحب أجرب فجربت فبتدت النتائج تبقى كويسة والعروض تكتر وبالتالي طموحي في الناحية دي بقى كبير جدا بقى كبير جدا وبقى يمكن أكتر شويتين من طموحي في التصوير مع أني بعمل اتنين مع بعض